اشتركوا في القناة الجزائر تلجوا إلى الصين لتمويل مشاريع للبنى التحتيها بـ 3.2 مليار دولار تراجع قيمة الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2015 قال رئيس مجلس دارة رامك السعودية أمين الناصر إن السعودية لن تطلع بضبط الاختلالات الهيكلية في سوق النفط بمفردها مشيرا إلى أن السعودية مستعدة للعمل مع المنتجين الآخرين وأضاف الناصر أنه كان لابد من ترك سوق النفط تتوازن ذاتيا مؤكدا على أن الضبط العرض والطلب سيستغرق فترة من أسعار النفط المنخفضة وأشار الناصر أنه على الرغم من الصورة القاتمة في الأمد القصير إلا أن أسعار النفط ستبدأ بالانتعاش في 2016 تلجأ الجزائر إلى الصين لتمويل عدة مشاريع للبنى التحتية تشمل ميناء جديد باستثمارات تقدر بـ 3.2 مليار دولار مع سعي البلد العضو في أوبيك لاجتياز تدعيات انهيار أسعار النفط العالمية وشهدت الجزائر التي يسهم إنتاج النفط والغاز بنسبة 60% من ميزانيتها بنهيار إيرادات الطاقة 40% العام الماضي ما أجبر الحكومة على تقليص الإنفاق ورفع بعض أسعار الوقود المدعوم وتجميد مشاريع رئيسية أكد أمير الكويت اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة له ومن بينها الكويت والتي تعد الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجية التي لم ترفع بعض أسعار الوقود والكهرباء وتتوقع الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 من مارس أذر أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الإماراتية محمد العبار أن نتائج 2015 للشركة جاءت مرضية وتتطلع إلى المزيد من النجاح خلال 2016 وشدد العبار في حديث لسي أم بسي عربية على أن مشروع العاصمة الإدارية في مصر كان عن طريق شركة خاصة ولم يكن لشركة إعمار دخل بالمشروع وأشار إلى أن الاتفاق المبدئي بينه وبين الحكومة المصرية لم يتحول إلى اتفاق نهائي مع وجود بعض الاختلافات في تفاصيل المشروع الحمد لله أراضي من نتائج عام 2015 وأتمنى إن شاء الله نتائجنا في عام 2016 تكون كذلك يرضون عنها المساهمين أولاً طبعاً المشروع هذا بإسم وبإدارة شركة تختلف ولكن كان اتفاق مبدئي على المشروع علماً بأن إعمار لها عمل ونشاط في مصر ومستمر في توسع لها الحمد ولكن في بداية الاتفاق كان هناك اتفاق مبدئي في الدخول في تفاصيل الاتفاق لم يكن هناك اتفاق على تفاصيل المشاركة وهذه يعني ودي بس أشرح الأخوان والأخوات بأن ترى الاتفاق المبدئي هذا يصير في جميع أنحاء العالم وإذا الأطراف لم تتفق بصورة بصورة نهائية على المشروع ككل هذه مبنى هاية الدنيا يعني فلذلك أنا للأسف عمداً أنا ما حبيت أشارك في الإعلام أنه يعني هذه تصير لذلك الناس تحط اتفاق مبدئي بحيث أن إذا في أمكانية بعد المبدئي تدخل في نقاش نهائي كان بها إذا لم تنتفق الأطراف كذلك كان بها أنا عندي عمل كبير مع الحكومة المصرية وعندنا توسع في عملنا في مصر فلذلك نمنا اتفاق على الاتفاقية التفصيلية ولكن قبل سبوع كنت في مصر مع الحكومة ومشاء الله هم بدأوا في وضع البنية التحتية فيها فلذلك مبروك ويمكن مستقبل أن نشارك كان عام 2015 مخيباً للأمال على صعيد أنشطة الدمج والاستحواذ التي تستهدف شركات تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرًا لها وتراجعت قيمة الصفقات مقارنة مع ارتفاع في الحجم بالنسبة للعام السابق وفقاً لقاعدة بيانات الدمج والاستحواذ الصادرة عن بيروفان وبالإجمال جرى استثماره 30.5 مليار دولار في عام 2015 ما يمثل تراجعاً بنسبة 11% وهو التراجع السنوي الثاني على التوالي وارتفع عدد الصفقات بنسبة 26% من 521 صفقة في عام 2014 إلى 657 صفقة ويمثل هذا الحجم ثاني أكبر حجم سنوي خلال الأعوام الستة الماضية من لندن معي السيدة ليزا رايت المديرة العامة ليزفير التابعة لشركة فان اسمحي لي أولاً أن أرحب بك معنا في هذا البرنامج ودعيني أتساءل أولاً عن سر هذا التراجع في صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة في تقديرك لماذا؟ شكراً على استضافتي يجب أن ننظر إلى منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن السياق العالمي الأوسع وكما نعلم في العام الماضي كان لدينا مساويات قياسية في عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا صحيح أن هناك شهية للعمليات لكن هناك أسباب لهذه التقلبات التي رأيناها الأسباب تراوحت بين العوامة الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط وأيضاً التأثير الموجود للمؤسسات شبه الحكومية على عقد مثل هذا النوع من الصفقات في المنطقة نعم هل شهدنا صفقات استحواذ ودمج كبيرة شكلاً وموضوعاً يعني حجماً وقيمة في تقديرك إذا نظرنا إلى الصفقات التي حصلت في منطقة شرق الأوسط الشمال في غير العام الماضي صحيح أنه كان هناك تراجع نسبي في القيمة لكن حجم الصفقات كان صحياً ارتفع بـ 26% عندما تنظر إلى النسبة الكبرى من قيمة الصفقات التي حصلت فهي كانت العام الماضي 6 صفقات في شرق الأوسط الشمال الأفريقية بأكثر من مليار دولار وهذه الصفقات هي ما رفع النمو الذي سجل في المنطقة في هذا المجال نعم ما هي الدول الأكثر بروزاً في هذا الاتجاه في تقديرك عندما تنظر إلى أكثر الدول نشاطاً في المنطقة ونستثني إسرائيل من تعريفنا لشرق الأوسط الشمال الأفريقية فإننا نرى دولة الإمارات أظهرت نمواً بـ 29% في قيمة الصفقات بين 2014 و2015 وأيضاً رأينا أكبر نسبة مئوية كزيادة حصلت في إيران في 2015 قيمة الصفقات التي شملت لإيرانيين زادت من 800 مليون إلى مليار و900 مليون دولار وهذا الأمر كان ناجماً عن زيادة في عدد صفقات من الصفقتين في السنة السابقة إلى 28 صفقة العام الماضي في إيران نعم سيدة ليزا إذا تتبعنا الصفقات الاندماج والاستحواذ عفواً نجد أن الربع الأخير من العام كان يتصف بشيء من السكون دعينا نقول في عدد الصفقات هل تتوقع أن يستمر ذلك لهذا العام وبذات الوتيرة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة والعالم الظروف العالمية تتغير يوماً بعد يوم رأينا البرصات تهبط البارحة وترتد صعوداً اليوم وعندما تنظر إلى بعض الصفقات المعلقة حالياً في المنطقة حالياً وفي هذه اللحظة ليس هناك صفقات هائلة هناك صفقتان أو ثلاث صفقات من المتوقع أن تبرم في الربع الثاني بين 300 و 500 مليون دولار كقيمة لكن كما كان الحال في منطقة شرق الأوسط وشمال في خلق السنوات قليلة الماضية أنت بحاجة إلى صفقات ضخمة لكي تدفع المنطقة من حالة أداء نسبي إلى نقلها إلى منطقة ذات أداء كبير ولكن بحسب الوضع الراهن هناك الكثير من الظروف المتغيرة بينما النمو العالمي لا زال يتراجع وهناك مخاوف متعلقة بالاقتصادات الناشئة وبالتالي أنت بحاجة إلى صفقة ضخمة أو صفقة سيادية ضخمة وهذا الأمر إذا حصل فسيغير الأرقام بشكل دراماتيكي أنا أشكرك ضيفتي السيدة ليزا رايت المدير العام ليزي فير التابعة لشركة فان كنت معي من لندن شكرا جزيلا لك ونازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية في هذا البرنامج بعد الفاصل ما يزيد عن عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والصين التفاصيل بعد الفاصل أهلا بكم من جديد وقعة القاهرة وبكين أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر ما يزيد عن عشرين اتفاقية ومذكرة التفاهم تتضمن نحو خمسة عشر مشروعا بإجمالية تكلفة استثمارية تبلغ مئة وخمسة عشر مليار دولار ويرى الخبراء أن التوجه الصيني لمصر جاء لعدة أسباب أهمها رغبتها في فتح أسواق أكبر في العالم في إطار منافستها الاقتصادية وطباطؤ معدلات نموها في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اثنتين عشر عاما حل الرئيس الصيني ضيفا على مصر وحل معه على طاولة الجانبين توقيع أكثر من عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين لعل أبرزها اتفاقية تمويل بين بنك الدولة الصيني للتنمية والبنك المصري المركزي بقيمة مليار دولار في الفترة ما بين الفين وستة عشر الفين وثمانية عشر ومذكرة تفاهم لنحو خمسة عشر مشروع بإجمالي تكلفة استثمارية نحو مئة وخمسة عشر مليار دولار توصل الجانبين إلى خمسة عشر مشروع في إطار تعاون الجانبين ويشمل هذا التعاون مجالات عدة وفي مقدمتها الكهرباء والمواصلات والبنية التحتية ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع مئة وخمسة عشر مليار دولار وفيما يعاني المارد الصيني من تباطئ معدلات نمو اقتصادها تسعى بكين جاهدة لتنفيذ مشروع طريق الحرير والذي تشكل مصر جزءا هاما منه باعتبارها بوابة إفريقيا وعليها استطاع محور تنمية قناة السويس جذب 32 شركة صينية في المرحلة الأولى فقط للمنطقة الصناعية الصينية بالمشروع الصين بمبادراتها التي تكون عليها الطريق والحزام وأنها تعمل إحياء لطريق الحرير وتنشئ على مصارع عديد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية بعض مصر بموقعها وخاصة في منطقة قناة السويس التي تتم إنشاءها تمثل موقع استراتيجي والصين لها قاعدة أوليدي بدأتها منذ سنوات عديدة هي منطقة شمال غرب السويس التي تعتبر من شركة تيدا الصينية وتعمل في مصر حوالي ألف ومئة واثنين وخمسين شركة صينية باستثمارات تتعدى خمسمائة مليون دولار منها ثمانية وستين بالمئة من هذه الاستثمارات في القطاع الصناعية وبعضها في التشييد والطاقة الاستثمارات الصينية في الخارج 274 مليار دولار من 2003 إلى 2014 كان يجب أن يكون حصة السوق المصري أكبر من ذلك لكن عشان نكون منصفين النفاذة يتطلب مننا جهد إحنا برضو لازم أنا اللي أجهز له الفرص وأعرض له الفرص ونتوجه بيها له عشان نقدر نجيب استثمارات وفيما تأتي بكين في المرتبة الرابعة والعشرين بين الدول المستثمرة في مصر تشير البيانات أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي وصل لأحد عشر مليار وستمائة مليون دولار ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الصين ناد عبد السلام سين بي سي عربية القاهرة معي من القاهرة عبر الهاتف السيد شريف الجبلي عضو المليس المصري الصيني سيد شريف مساء الخير في مثل هذه الظروف وفي ظل هذا التقارب وفي ظل هذه الزيارة التي وصفت بأنها تاريخية لم تأتي منذ إثنة عشر سنة ما الذي تريده الصين من مصر وما الذي تريده مصر من الصين أولا طبعا الزيارة الخير أكيد وأعتقد نعم أن أحسن ما تم في الفترة الأخيرة في مصر في الخمس سنوات الأخيرة من ناحية الاقتصادية أعتقد ده طفرة كبيرة جدا في العلاقات بين مصر والصين وبالتالي طبعا البلدين لازم يستفيدوا يعني مصر طبعا محتاجة مشاريع كثيرة في البنية الأساسية كما ذكر عدة مرة السيد رئيس الجمهورية عبدالسح السيسي والصين عندها خبرة كبيرة في هذا الموضوع والصين النهار ده محتاجة تتوسع لأنه فيه كثات في العالم النهار لازم تشتغل مصر عندها سوق عندها احتياجات لهذه المشاريع فبالنسبة للطرفين هذه العلاقة تبقى متوازنة جدا وكل منهم حيستفيد يعني فهذه الاتفاقات التي تم توقعها اليوم ومعظم الحاجات بنية أساسية سواء كالكهرابا أو طرق أو أصدق محطة كهرابا أو قطارات أو غيره من مشاريع أو ساحارات أو غيره كلها مشاريع مهمة جدا بالنسبة للمصر وأعتقد أن من هذا المنطلق دي هتعبر قوة كبيرة جدا لقصة للمصر خلال السنوات القادمة أكيد يعني والعاطمة الجديدة الإدارية برضو المرحلة الأولى بتاعتها طبعا لكن دي هتديها دفعة قوية بعد أن كان حصا فيها هدوء نزبي فطبعا كل الحاجات دي النهار ده الترفير المستفيدين منها يعني نعم صحيح أنا أشكرك على هذا الإضاحة سيد شريف الجبل عضو المجلس المصري الصيني منتحدثا حول زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وتوقيع أكثر اتفاقيات بحوالي 115 مليار دولار شكرا جزيلا لك من مصر مباشرة إلى دافوس وأجواء منتدى دافوس الزميلة رولا التراونة موفدت سي أم بي سي عربية إلى هناك معنا الآن رولا مساء الخير إذن بين الفينة والأخرى نأتيك لكي تضعين في أجواء هذا المنتدى نعم أرجو أن تبقى معي طبعا الطيب يعني يهمني أيضا أن تسألني عما يحدث اليوم كانت التغطية كما تابعت يعني يمكن أن نصفها أنها من الدرجة الأولى تحديدا فيما يتعلق بالموضوع الرئيس حول المنتدى الثروة الصناعية الرابعة هي الطاغية بكل جدارة حتى مع ذلك ومع كل الظروف المتعلقة بتراجع أسعار النفط يبقى المسيطر أكثر في كل الأحديث والجلسات هو حول إحلال التكنولوجيا محل العقل البشري فيما يمكن أن نسميه تقليل من تكاليف الشركات طبعا هناك قطاعات تستطيع بالفعل أو صناعات تستطيع بالفعل أن يكون هناك إحلال للآلة محل الإنسان ولكن تبقى هناك كفاءات بشري لا يمكن أن يغطيها طبعا القدرة الآلية أو دعنا نقول الصناعية اليوم في المنتدى كان الحضور السياسي أكثر تحديدا فيما يتعلق بدور بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني كان له جلسة خاصة تحدث أكثر عن التدعيات الجديدة التي سيشهدها العالم أيضا استمعنا لكريستين لاغارد وكانت تتحدث أكثر عن أن الصين ربما الذي سيفاقم أزمتها أكثر هو غياب وسائل اتصال حقيقية بين الصين وشركاء خارجيين وكانت واضحة جدا فيما يتعلق بمعدلات النمو التي تعتقد من وجهة نظرها كمدير الصندوق الدولي أو مديرة الصندوق تقول بأنه لن تتحسن معدلات النمو في الصين أكثر من 6.5% حتى نهاية هذا العام وعندما تصرح بذلك فهذا يعني أن كل المؤشرات القادمة من الصين ستتجه في هذه الناحية اليوم كلي أيضا حديث خاص مع مجموعة من رجال الأعمال الذين يثقون تماما بمقدرة حكوماتهم هذه الصعوبات وهذه التحديات ولكن حتى قطاع التجزيع يبدو أنه ستنال منه الأزمة القادمة الكل لا يشكك بأنه النفط سيأخذ المزيد من التراجع الكل يجمع الطيب بأنه مستوى سعر النفط سيكون بحدود 20 دولار لكن هذا هو القاع لا أدري طيب إذا كان لديك تساؤلات أخرى نعم كنت أتساءل رولا عن هذه الأجواء المعقدة الآن في العالم على المستوى الإختصادي إلى أي مدى هي تؤثر على الأجواء يعني من حيث الشكل العام إلى أي مدى ينصرف المجتمعون في دافوس عن قضايا الثورة الصناعية الرابعة وورش العمل وإعمال الحوار والفكر إلى مناقشة ما هو آني ومن شأنه أن يتحول إلى أزمة مالية ربما في العالم إلى أي مدى تضغى هذه الأجواء على روح المنتدى نعم بالفعل الحديث كله فعلا كما ذكرت الطيب أنه يجب أن يكون لك تسلح كامل تجاه ما سيواجهه العالم لا أحد يعني أنا تفاجأت أن الكل صريح كان سواء بمصاعب تراجع أسعار النفط سوق الطاقة وشركاته عمليات التوظيف التي ستشهد عمليات تسريح كبيرة اللافة للانتباه الطيب هو الملف السوري ملف اللاجئين السوريين كان طاغي أوروبا تحذر من أنه لا يجب أن يتم فتح الباب على مصرعيه كما حدث بالنسبة للانفتاح من قبل ألماني لأنه كبت ذلك مشاكل كثيرة لأدول أوروبية التي تعاني أصلا اقتصاداتها من عدم تحمل تكلفة إعالة المواطنين الحقيقية فيما بالك مشكلة اللاجئين لذلك وجدنا الحضور أكثر بالنسبة للمؤتمر كان من الجانب المتعلق بالمتبرعين الجمعيات الخيرية رجال الأعمال وأنت تعلم أن المنتدى في الحقيقة هو فقط الأثرياء كان ثم انضم السياسيون إلى هذه المجموعة وكذلك الاقتصاديين من أجل إثراء أكثر فيما يتعلق بقراراتهم فقط أذكر معك الطيب اليوم كلنا حوارات خاصة في السئنبيسي العربية كان معنا رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية سيد محمد العبار وصرح بأن المرحلة القادية ستكون أيضا بها تحديات لكن القطاع العقاري في دولة الإمارات سيكون نوعا ما بمنأ عنها سيتخذون كافة الاحتياطات لا تنسى كان لنا أيضا حديث مع رئيس الاتصالات السعودية الستيسي والذي تحدث أيضا عن المشاريع القادمة لهذا القطاع ولربما مشاركات الاتصالات هي الأكثر تأثرا بالغزو التكنولوجيا هي المستفيدة من هذا الموضوع هذا فيما يتعلق بتغطية اليوم أتمنى أن تكون على قدر استحسان المشاهدين لكن أذكر يوم الغد أيضا سيشهد تغطية مميزة من سي أم بي سي عربية دائما من دافوس عودة إلى الدفء معك يا طير لا نشك في ذلك طالما أنت هناك شكرا زميلة رولا طراورة قال الرئيس والمدير التنفيذي لرينو كارلوس غصن في حديث خاص لسي أم بي سي عربية أن الشركة مستمرة في إنتاج السيارات بعيدا على التقلبات في أسعار النفط وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجيات للتعامل مع أسعار النفط سواء المنخفضة أو المرتفعة لكسار النفط كنا منعرف أنه محددا بيعرف شو رح يكون سعار النفط من هون لشهر شهرين عما ثلاثة في ناس بيتوقعوا أنه بيطلعوا وبينزل بس نحن مجبورين نعمل استراتيجي تبعيتنا وخاصة عن التكنولوجي كالستراتيجي شو ما كان سعار النفط يعني مجبورين نحسو بحسن معقول سعار النفط ينزل بعض أما سعار النفط يطلع شفنا سعار النفط بمئة دولار ومعقولين نشوف سعار النفط بعشرين دولار بس شو ما كان هالسعار النفط وما حدا بيعرف شو رح يكون مجبورين يكون عنا عربيات تقدر تنبيع وتقدر تتطور شو ما كان سعار النفط بقى التكنولوجية تبعيتنا هي أكتر شي بيزد على مش بس الإميشنز مش بس سعر النفط بس وصو عن الإميشنز بس كمان في تطورات بيعطو مصلحة اللي عم بسوق مثلا عندي كل يعني العربيات بالتحرك بالتحرك الزاتي وهي دول رح يتطوروا ونحن رح نكون من أول الشركات رح نجيب عربيات على السوق مع التحرك الزاتي وبعدين في عندي يعني العربية اللي بتكون فيها المعقولة يكون عندي فيديو كونفرنس ومعقولة تبعاتي الإيميل وتقدر تعمليها بعربيات تحرك تحرك الزاتي يعني كل هذه كلها مهمة لأنه منشوف البنفيت للناس اللي عم بسوقه وهي دي كلها رح توصل على السوق كم حجم الإنفاق باعتقادك الذي ستضعونه على هذا المشروع يعني نحن عم نحكي بإنفستمت بميارات الدولارات لأنه مثل ما بتعرفي مثلا شركة كمثل رانو نيسان تصرف كل سنة بين الستة وسبعة مليار دولار بكل شي ريسورتش وديفلوفمنت وهي دي المجال التحرك الذاتي والconnected car والlow emission كتير مهم مشانا يعني عم نصرف كتير مصاري مش بس نحن بس كل الشركات للسيارات عم يصرفوا على ذات الموضوع مثل أثر المالي لهذا المشروع ممكن يظهر على الشركة يعني العائد على هذا الأثر معلوم لأنه العربيات رح يكونوا كتير ناشحين وبعدين في طلب في طلب هلأ فيه اهتمام في جميع الأسواء يعني بالصين وبأمريكا وباليابان وبأوروبا على هالتطورات إذن أشكر حسن متابعتكم لجلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية نهاية أسبوع سعيدة حياتي والفريق العامل في هذا البرنامج منتك هذه الجولة علي فتوح ومخريها سلمان زين الدين في أمان الله هذا البرنامج برعاية زين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر